السلام عليكم. كيف الصحة ان شاء الله بخير. شوان الوضع ويا كورونا وشوان الوضع ويا الحجر ان شاء الله لكم بخير والسلام وسلامه. ربي يمعد عنكم هالمشكلة العظيمة التي تواجه كل الكرة الارضية اليوم مثل ما اتفقنا مو المشكلة مو بس مشكلتنا احنا بس ان شاء الله تعدي إلا ما تصير من الماضي وهمفد يوم لأيام الروح وشبيك والله ما بيشي بس شوية كورونا فان شاء الله تعدي كل احوال. طيب اصدقائي بما يخص المحاضرة اليوم هي محاضرة اه لطالبة كلية العلوم من مرحلة الثالثة اه بما يخص مادة اه فسجة الحيوان او علم فسجة الحيوان طيب اه محاضرتنا اليوم اه راح نتناول اه اه الاثر الفسلجي للحرارة والأيض الطاقة العام نتعرف على مجموعة من المفردات شنو اللي راح يصير شنو التأثيرات على الحرارة من ينتجي شنو مصدرها شنو معنى الايض شنو معنى التوتال الايض يعني او سوري التوتال ميتابوليزم يعني الايض الكلي او شنو معنى التوتال ميتابوليزم ريت يعني المعدل الايض الكلي شنو يعني راح نحاول نتعرف على مجموعة مفردات بمحاضرة اليوم اه ان شاء الله نتوفق انا ياقبي انوضحها ولكلي استفاد قدر المستطاع والله يسهل الي وللجميع طيب فلي اه نحاول ندين نتعرف على مفردات اللي ممكن نشوفها اليوم بمحاضرتنا ونحاول نبينها للجميع ان شاء الله قدر المستطاع فخلي نتوكل والله كريم حتى نشوف شنو الفكرة الاخيرة من الموضوع وشنو المعلومات اللي ممكن نكسبها وشنو المعلومات اللي ممكن نستفادها طيب احنا مثل ما نعرف اليوم اه انا كانسان انا وانت وكل البشرية او خلي ما نقتصر على البشرية كل الكائنات الحية اليوم تحتاج حتى تحافظ على فعالياتها تحافظ على نشاطها تحافظ على مثابرتها وعلى قوتها لا بد انو جسمها يحتاج طاقة تمام يعني اليوم انا اليوم احاول اسوي جهد رياضي اليوم احاول يعني حرك ايضا احاول اتنفس احاول امضغ اللقمة يعني مهما يكون مو بس اني كل الكائنات الحية خلية تحاول تأدي فعالية هذه الاليات هي كلها تحتاج طاقة محركة الها صح وهذه الطاقة راح نحاول نتعرف عليها شون تصير طبعا احنا التبثل ما تعرف اساس الطاقة اللي حصل عليها الانسان خلالي احنا مثل ما قلنا انت تاخد الانسان تقيس علي باقي الكائنات راح يأكل الاكل هذا الاكل راح يوصل للمعاه بعد ما ينهضم هضم ميكانيكي يعني سوي لفد اه اه مثل ما اتفقنا اذا ما رأى عليكم الميكانيكال اه والكيميكال دازيزيشن يعني الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي هضم ميكانيكي اللي هو مثلا اقصد عن طريق المثلا هل سنتب الفهم راح تكسر الطعام بسنونك وتحطمه مبدئيا يسمى هضم ميكانيكي الحركات العاصرة بالامعه هضم ميكانيكي اما الشغل اللي انزيمات تدخل وتحلل الموقع المواد الغذائية هنا راح نسميه هضم ميكانيكي كيميائي عن طريق الانزيمات اللي يتحاول والعصارات اللي يتحاول تحطم جزئات المواد الغذائية الى ابسط صورة وتوصل للعماء وتمتصها وطبعا هذه تبدي تروح للخلايا وعن طريق عمليات بمجملها هاي العمليات اسميها اللي راح تنتجي طاقة هاي العمليات او التفاعلات اللي مثلا نسأل اليوم موصل كلوكوز للخلية حتى الكلوكوز يتحول الى طاقة راح يمر بسلسلة من التفاعلات هاي التفاعلات بمجملها اسميها total metabolism يعني الايضي كلي ماشا اصدقائي انت اذا حتى هاي الطاقة تنتج اسميها مثل ما اتفقد شنو total metabolism يعني هاي التفاعلات اللي تجري كلها حتى تنتج لي طاقة من هاي الجزئة الغذائية اسميها بالtotal metabolism اما اذا اريد اخذ معدل الايضي الكلي خلال 24 ساعة فهاي الخطوة اللي اسميه اخذ معدل الايضي الكلي خلال 24 ساعة اسميه بالtotal metabolism rate يعني معدل الايضي الكلي معدل الايضي الكلي ماشا اصدقائي عدي مصطلح لا اخه ممكن تشوفه اه اللي اسميه بالbasel metabolism يعني الايضي الاساسي الايضي الاساسي هو يقصد بي يعني اصدقائي اليوم عندي البازل ميتاب النظم شنو قصدي بهذا اقصد انو احتياجي للسعرات الحرارية احتياجي للسعرات الحرارية شوكيت بظروف فسلجية مثالية اساسية ماشا اصدقائي يعني هاي الظروف الفسلجية شنو يعني انو انا مبادل اي جهد عضلي مبادل اي جهد فكري يعني قاعد وساكت كل شي ما بسوي لا عندي فعاليات زايدة ولا عندي مثلا تفكير مثلا تتقرأ وتفكر او عندك مشكلة او 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 هاي الامور ما عندي ولا جهد عضلي بدأ هاي الظروف اساسية فسيولوجية اساسية طبعا شوكيت تقريبا يكون اقيس هذا البازل ميتاب النظم بعد 12 الى 18 ساعة من اخر وجبة ماشا اصدقائي متفقين اما اذا اريد اقول معدل الايض الاساسي البازل ميتابوليتك ريت هنانا راح اسميه معدل الايض الاساسي وهو انو انا اخذ معدل الايض الاساسي خلال فترات زمنية معينة ماشا اصدقائي طيب اليوم انا اريد اعرف شنو وحدة قياس الطاقة داخل جسمنا مثل ما انت تعرف واني اعرف كنا نعرف وحدة قياس الطاقة داخل جسمك اسميه بالسعرة متفقين السعرة شنو اذا اريد اعرف كلمة سعرة شنو هي القالوري اعرف على انو كمية الحرارة سوري كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جيد وحدة درجة حرارة وحدة لغرام واحد من الماء المقطر متفقين هي عبارة عن اذا اريد اعرف السعرة السعرة هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة منه غرام واحد من الماء المقدر درجة حرارية وحدة ومثل ما قلنا شنو استخدم لقياس هاي السعرة الكيلو غالوري كيلو غالوري خصوصا يعني ما يخص الانسان والمجال الفلسولوجي عموما استخدم مصطلح الكيلو غالوري او مثل ما نعرف اي واحد دي يتبع رجيم اول ما يبدي بالرجيم يقول لك والله انا مثلا جسمي يحتاج الفين كيلو غالوري اذا اريد اضعف لازم اقلل هاي الاحتياج حتى يبدي اضعف على الماء وكل ما تقللها اكثر كل ما راح يصير نزولك اسرع مثلا انا اليوم اذا مثلا اجي احسب وزني واطلع بحسب معادلة ما اشي انه يعني حسب اغلب المصادر اللي تقول انه الكيلو غرام الواحد بدون انه ما تبذل مثلا جود قاعد انت بالبيت يحتاج كل كيلو غرام واحد يحتاج سعرة حرارية واحدة فبالتالي مثلا اذا وزنك سبعين اذا شقد يحتاج يحتاج سبعين سعرة اذا خلال الاربع عشر ساعة باليوم الواحد شقد يحتاج جسمك هذا في حال التقاعد يعني ما تتحرك وكل شي ما تسوي راح تضرب هاي السبعين بالاربع وعشرين راح شقد يطلع عندك مبدئيا يعني اذا تحسب راح يطلع لك الف وستمائة وثمانين سعرة فانت اذا تريد تنزل وزنك شا تسوي راح تقول انا جسمي يحتاج الف وستمائة وثمانين سعرة تبدي تحسب اكلك مثلا انه هذا بي طبعا انت عندك تقدر تستخدم هذا المصادر كثيرة والمواقع على الانترنيت كثيرة اللي تذكر لك مثلا كل غرام كل ميت غرام من فلان حاجة بيها لقد سعرة فانت تقدر تسوي مثل دراسة جدوة يعني اذا مثلا مرات واحد يلجأ ان الطبيب يقول لك والله انا اريد اسوي حمية غذائية او مثلا اخصائي مبدأ تخسيس الوزن وهي الامور راح يلجأ له والفكرة كلش بسيطة انه انت مثلا تجي تسوي دراسة جدوة يعني مثلا يوم انا اجي اخذ الخضار مالتي اقول هاي الفواكه والمواقع طبعا الغذائية كلها اقول مثلا التفاح الميت غرام يعني عفوا الارقام مو صحيح افتراضية مثلا التفاح الميت غرام بميت سعرة حرارية التمن اذا انسرق هل قد كل ميت غرام هل قد بيه سعرة واذا تشان بدين راح تلقى موجودة خصوصا على مواقع الانترنت فانت تسوي دراسة انه تقول اهني بما انه احتياج جسمي الف وستمية مثل ما احنا قلنا قلنا اذا واحد وزنه سبعين ومده يشتغل تقريبا يعني يحتاج الى الف وستمية وثمانين سعرة فانت اذا تريد تنزل وزنك لازم احتياجك اليومي يكون اقل من هذا يعني اذا شقد ما راح تنزل مثلا اذا تسوي 1400 انت شقد جسمك راح يعاني من نقص شقد 280 اذا 280 يومية اضح بيها راح يبدي على مدى البعيد يبدي وزنك طبعا مدى البعيد مو كثير يعني شهر وشهرين يبدي تحس بان وزنك بدينزل تدريجيا طبعا اذا مثلا انت ورا ما حسبت السعرات الحرارية بالاكل قمت لا تأكل بس الف يعني وشهر راح طرحت من جسمك 680 اذا وزنك راح ينزل اسرع من ابو اللي ضحب 280 وهكذا انت راح تتبع حمية غذائية وانت تصور طبيب نفسك وانت تعرف شنال بس هذا الموضوع لازم تاخذه بجدية وطبعا شي جانب صحي مثلا اليوم واحد يلجأ للرجيم القاسي يقول لك انا كل شي ما اقول طبعا هذا يتبع على اثار سلبيان يمكن اخذتكم بعيد عن الموضوع لكن بس حتى نعرف شنال سعر الحرارية وممكن انت تتبعها وتلجأ لها وتستخدمها بالحمية الغذائية طيب اليوم حتى اني اعرف سوري قبل هذا انه كيف تقاس الحرارة او شنو وحدة قياس الحرارة او وحدة قياس الحرارة اسميها بالقالوري ميتر باللغة العربية اسموه التسعير يعني مصطلحنا مثلنا تفقدنا دائما المصطلحات الانجليش منذ الترجمة للعربي ده تفقد معناها فان الحاصل وحدة قياس الحرارة هي شنو غالوري ميتر هاي هي وحدة القياس اللي تقاس بيها حرارة طبعا المنتجة من الميتر فلازم لازم تخلي ببالك شغلة انه كنت من تقيس الحرارة هنا لازم تراعي مجموعة شغلات من ضمنها مثلا حرارة اللي منبعثة من الجسم الكارن حاي والحرارة المنتجة من المواد اللي مثلا اكلها تماما اصدقائي ايضا لازم تخلي ببالك انه الراحة البدنية لان مثل ما تعرف اللي يتعرض لي قلق راح ترتفع الهرمونات اولها الادرينالين اللي راح يسرع من عمليات الميتر فلازم يعني هاي تخلي بالحسبان لازم تركز على انه اقرب وجبة اكلها قبل اثناء الساعة فما فوق حتى تقيس الحرارة مثل ما تعرف انت اذا واحد ماكل هسه درجة الحرارة طبيعيا هي اعلى من شخص ماكل قبل ست ساعات وابل ست ساعات اعلى من اول اثناء الساعة ليش؟ يعني مثل ما اتفقنا بالمحاضرة السابقة قلنا انه تناول الطعام راح يبلش يزيد من عمليات الايضية فبالتالي يرفع درجة الحرارة طبعا احنا مثل ما اتفقنا الارتفاع درجة الحرارة هو مو عشر وعشرين درجة وبالبوينتات يعني ماشي اصدقائي يعني مو مو ارتفاع بس هو هاي البوينتات احنا راح يسولي ايرور بالنتيجة مالتي لما انا سوف الميشورينج بالنسبة للتمبرش مالتي راح يترفد ايرور باعتبار انه انت اللي قسته مو صحيح طيب مثل ما قلنا هاي العامل لازم ااخذها بنظر الاعتبار لما اريد اقيس الحرارة طيب شنو الطرق اللي تستخدمها لقياس الحرارة انتي طريقتين الـ Direct Galorimeter والـ Indirect Galorimeter او مثل ما قلنا التسعير المباشر والغير مباشر طيب خلينا بدي نعرف شنو كل واحدة وشنو مقصود بالـ Direct Galorimeter والـ Indirect Galorimeter طيب اذا جينا على الـ Direct Galorimeter هنا يقصد بها قياس الحرارة اللي ده تنبعث من الجسم بشكل مباشر يعني اليوم جيد حرارة ده تنبعث من جسمي طبعا يقول لك شو نطقيسها عندك فالتجربة معينة أنه تخلي مثلا نجيب اليوم كأنحي معين اليوم مثلا فنفرض إنسان نخلي بغرفة أو طبعا هالغرفة ما تصير كبيرة فتشي كل شيء صغير يكون معزولة حراريا يعني لا بيها مجال تكسب حرارة ولا تفقد حرارة ومعزولة يعني انعزال تام وبداخل هاي الغرفة يمر أوكسجين طبعا عنه هذا الكعل ليموت حتى يظل يتنفس وفعالياته ماشية وشغاله وبنفس الوقت تسوي بشبكة من الأنابيب اللي بيها كمية من الماء تدخل وتطلع راح أبدي أقيس الحرارة المنبعثة من جسم الكائن شنون اشقد هذا المي اللي دخل واللي يخرج من الغرفة انت مو راح تسوي شبكة بهاي الغرفة المعزولة حرارين بداخل الكائن راح يدخل لها مي ويطلع من عدها مي عن طريق هاي النبيبات اللي مثل ما تفقد سوين الشبكة من النبيبات المي اللي داخل أخذ حرارته والمي اللي طالع أخذ حرارته فرق ما بين الحرارتين هي تعتبر الحرارة المنبعثة من الجسم يعني هاي فدقالية اللي أسميها الـ Direct Galorimeter طيب أيضا مثلا عفنا الكائن حيث نريد نقيس الحرارة المنبعثة من المواد انت مثلا ما تعرف المواد الأساسية بالأكل لأسا انت اليوم كل أكلها تأكلها تحتاج بها تلف عناصر أساسية اللي هي كاربوهيدرات ودهون وبروتينات وطبعا مثل ما اتفقنا يعني ولو أخذكم بعيد عن هاي النقطة انه حتى السمن والضعف ما للبشر راح نبينها هسه يقول لك والله ليأكل كاربوهيدرات ودهون وهواية راح يسمن بينما ليأكل البروتينات ما يسمن مثل ذول الثنين ممكن هذا النظرية احنا نسمعها كثير فيعني نحاول نفسرها ونحاول شوية شوية أنا وياكم نتعرف عليها طيب أصدقائي اليوم انت عندك واحد غرام من مواد غذائية أساسية اللي هي مثلا كاربوهيدرات أجيب واحد غرام دهن أجيب واحد غرام أو بروتين أجيب واحد غرام ماشا أصدقائي وهم أخليهن بحيز مغلق يعني مثل حجرة عزل سوري خاص بأكسدة المواد ماشا أصدقائي وهم نفس الفكرة أدخل بيه كمية من الماء عن طريق أنه بيباء أنا بيه وهم أبدي أقيس الحرارة الفرق ما بين الماء الداخل والخارج بهل أثناء أبدي أسوي أكسدة للمواد الغذائية اللي هي الكاربوهيدرات والدهون وكل واحدة على حدة الماء لي واحد غرام حتى أقيس الفرق بين درجة حرارة الماء الداخل والخارج حتى أعرف اش قد كتسب حرارة هي ايش لقى يعني لما نسووا هاي التجربة اش لقوا لقوا انه السعرات الحرارية اللي منتجة من السكريات كانت خمسة بوينت ثلاثة سعرة بينما من الدهون تسعة بوينت ثلاثة بينما من الكاربوهيدرات أربعة بوينت واحد إذن مثل ما قلنا أقل واحد منه لقينها لقينها البروتينات فبالتالي أنت تعرف كل ما تكون المادة الغذائية اللي تتاكلها أنت سعراتها الحرارية أقل معناها ما تسبب لك زيادة بوزنك يعني دار بطب موضوع ثاني على موضوع اللي يتبع حميه النظوم الرجيم وما قالت ماشا أصدقائي بينما المواد الدهون بالمقام الأول يتليها السكريات هناك تكون السعرات الحرارية مالتها عالية طيب إذا نجي على الكوز مالها السبب أنه ليش هذني به السعرات الحرارية عالية شوفوا أصدقائي عادة السكريات والدهون تحرق بشكل كامل يعني لآخر قطرابين تحترق وتنتج لمكونين اللي هم الماء والأكسجين بالإضافة إلى الحرارة يعني كمكونات أساسية الماء سوري مو أكسجين اللي هو الثنايو أكسجي الكاربون سي أو 2 وهي الحرارة بينما نجي للبروتينات هنا ما رح تحترق بشكل كامل ما تتدمر ليش؟ لأنه وحدة من نواتجها هي الفضلات النايتروجينية اللي هي اليوريا والحامض البوليك كرياتين اللي أصلا بها جزء من الطاقة ولكن جسم لا يستطيع يستفاد من عدها رح يطرحها فبالتالي مثل ما قلنا اليوم إنه واحد من يتناول البروتين يقول لك البروتين ما يسمى ليش؟ لأن من جزء من النواتج مالته هي اليوريا واليوريا الجسم لا يقدر يخزنها ولا يجب يتخلص من عدها تفرق اللي مثل ما اتفقنا تفرق ما بين البروتينات والسعراتها والسكريات والدهون طيب إذا إجينا الـ indirect غالوريميتر هاي الطريقة التسعير غير مباشرة هنا أنا أصدقائي أيضا بيها أحسن الحرارة المبعثة من الجسم بس شون عن طريق أما حساب كمية CO2 والماء الناتج أو عن طريق كمية الأكسجين المستهلك خلال فترة زمنية معينة مش عزقائي طبعا عادة يستخدم قياس الأكسجين المستهلك حالة مود تعرف أنه كمية الطاقة المتحررة راح تفرق مثلا إذا أنت اليوم تقوموا بفعالية مثلا هنساني اليوم ألعب رياضة وواحد بصفي قاعد أكيد أنه راح يصر أدي استهلاك أكثر من القاعد فبالتالي الحرارة المبعثة جد من يمي أكيد أعلى باعتبار أنه راح يصر الأكسجين هو مقياس على أنه يهل استهلك أكثر معناها بالمقابل هو ده ينتج حرارة أعلى هذا قانون ثابت ماشا أصدقائي يعني أن يوم أستهلك أكسجين أكثر معناها عمليات أيضية بجسمي أكثر معناها أنتج حرارة أكثر بينما اللي جانس واللي قاعد هو لا ما راح ينتج لي حرارة يعني عفوا ما ينتج حرارة بالكمية اللي ده أنتجها آني فبالتالي أخذوا استهلاك الأكسجين مثلك هو باعتبار أنه ممكن يستخدم في لقياس الحرارة طبعا يعني سوف تجربة أنه كمية أو وصلوا لي حالة أنه كمية الطاقة المتحررة من أستهلك واحد لتر من الأكسجين هي تقريبا 4.82 كيلو سعرة منتجة مثل ما تفقنا عدماء أستهلك واحد لتر من الأكسجين طيب إذا أجينا مثل ما عرفنا مصطلح معدل الأيض الأساسي في الحيوانات اللي هو رمزنانا بالبازل هنا بمجموعة عوامل مميزات ممكن نتعرف عليها وهذه المميزات موجودة ببعض الكائنات أول شيء هذا اللي مثل ما سميناه بالبازل الميتابوليزم ريت اللي هو معدل الأيض الأساسي شو مميزاتها؟ أولا يختلف ما بين قيمته تختلف من كائن إلى كائن يعني اليوم مثلا البشر ممثل باقي الكائنات اليوم مثلا بالأبقار معدلة يختلف مثلا عن العائلة الكلبية أجل لكم الله وهكذا الأسماك يفرق عنها من الطيور يعني إذا المعدل الأيض الأساسي اللي مثلا ما اتفقنا بالبازل الميتابوليزم ريت رح يفرق من كائن يعني ما بين الحيوانات من كائن إلى آخر طيب عادة بالكائنات الثابية الحرارة اللي هو مثل ما تتذكرون بالمحاضرة السابقة حيشينا على الكائنات الثابية الحرارة والكائنات المتغيرة الحرارة قلنا بثابتة الحرارة هو دائما يكون أعلى من متغيرة الحرارة حتى إذا جبنا كائنيا متساويات بالوزن والحجم يعني اليوم أنا عندي أجيب كائن ثابت حرارة وكائن متغير الحرارة بنفس الوزن وبنفس الحجم يبقى معدل الأيض الأساسي بالثابت الحرارة أعلى طيب يبقى عندك ميزة أخرى ولكن هذه القدرة في الحنايا تضاف الميز اللي يتميز به ما450 من البازل amount coarse receive أن العلاقة تكون تطيردية بين المساحة السطحية للحيوانات ثابتة الحرارة يعني مثلا اليوم REALLY عندي ج fullest العلاقة تكون طردية ما بين المساحة السطحية للحيوانات ثابتة الحرارة ومعدل الأيض الأساسي بينما تكون العلاقة عكسية مع كتلة الجسم ماشي أصدقائي يعني اليوم المساحة السطحية بثابتة الحرارة المساحة السطحية تكون علاقتها طردية بينما العلاقة تكون عكسية مع كتلة الجسم ليش لأن قيمة الأيض الأساسي المطلق اللي هو نسميه بالابسليوت البازل بالحيوانات الكبيرة راح يكون أعلى ماشي يكون أعلى من الحيوانات الصغيرة يعني العلاقة راح تصير طردية مثلا اليوم شفنا فارة وفيل راح انهذا وزنها القدر لو جينا قسنا المعدل المطلق راح نلقاه 3.82 بالفارة بينما 4.933 كيلو سعر بالفيل هذا إذن صارت العلاقة المساحة السطحية صارت علاقة طردية طيب آخر نقطة أو آخر ميزة من ميز البازل ميتابوليزم ريت هو أنه توجد علاقة طردية بين معدل الأيض الأساسي وحالة نشاط الحيوان مثل ما اتفقنا اليوم كلما يكون الكائن نشط راح يكون معدل الأيض عالي فبالتالي معدل الأيض الأساسي أيضا راح يزداد بينما إذا كان النشاط مالك أقل فبالتالي يتأثر معدل الأيض الأساسي ويكون أقل طيب شنو العوامل اللي مؤثرة على الميتابوليك ريت شنو العوامل اللي تكون يعني تأثيرها على هذا المعدل الأيض أول شي اليوم لازم أعرف أنا اليوم عندي جهد عضلي مثل ما اتفقنا يعني يوم واحد بصف مياني قاعد وهو ديس هو رياضة أو عالي ديس هو رياضة هو قاعد أكيد أنا راح يزيد عندي استهلاك الأوكسجين فبالتالي معناه عندي جهد فيرتفع إيش عملية الأيض فبالتالي راح يأثني على معدلات الأيض طيب اليوم نقطة ثانية أنا واحد مثلا هو واكل هسة وأنا ماكل قبل ساعة يعني أكيد معدل الأيض ماله هنا راح يكون أعلى اللي ماكل جديد حداثة الوجبة مثلا اليوم وأنت ماكل هسة واني ماكل قبل عشر ساعات أكيد أنت معدل أيضك يكون عالي بينما آلي ومعدل أيضي يكون قليل طبعا مثل ما قلنا بسبب الفعل الديناميكي أنه أنت العمليات اللي هضم اللي راح تحتاجها والبلع والتقلص والعضلات اللي مالساء اللي ممتدة على طول القناة الهضمية وفعالياتها والأكشن والغدد اللي راح تفرزها هاي كلها تحتاج معدل أيضا من المخزون اللي موجود بالخلايا وطاقة وتفاعلات فبالتالي راح ترفع لي من معدل الأيض مقارنة بالشخص اللي ماكل صار لعشر ساعات طيب تلعب درجة الحرارة مثلا يعني يومه بوسط حار أو بارد هنا مثلا تذكرون بمحاضرة السابقة قلنا إلى تأثير معدل الأيض حتى تساعد مثلا قلنا تذكرون أنه اليوم واحد إذا الجو بارد راح يلجأ إلى الأكل على موهد يعوض ويسوي في أيضه عالي ويرفع درجة الحرارة فبالتالي أنه حرارة العبد لها تأثير على مستوى الأيض وتأثيرها مباشر يعني مثل ما نعرف اليوم العلاقة تكون طردية ما بين الحيوانات المتغيرة الحرارة وعكسية في الحيوانات ثابتة الحرارة بالنسبة لمسألة ارتفاع ومن خفاظ الحرارة ومودة تأثيرها على معدل الأيض طيب الحجم حجم الكائن هنا أنه علاقة عكسية بين حجم الحيوان الثابت درجة الحرارة يعني وية معدل الأيض شقد ما زاد الحجم صارت معدل الأيض أقل وشقد ما قل الحجم صارت معدلات الأيض أعلى الدليل مثلا اليوم أنت أخذ فارة وفخذ الإنسان معدل الأيض بالفارة هو كل شي أعلى من معدل الأيض بالإنسان طبعا ليش الفكرة أنه كلها تعتمد على الحرارة المفقودة من الجسل يعني أنت كلما زادت المصاحة السطحية راح تأثر لي على مشاكل المبدأ يعني فقدان الحرارة فمثلا اتفقنا الحيوان الغير يحتاج معدلات أيضية عالية حتى يقدر يعوض الحرارة المفقودة ويحافظ على الثباتية معش أصدقائي طيب إذا يمر عليه مصطلح المعامل الحراري كيو تين شنو هذا هذا نسبة معدل العمليات الأيضية يعني اليوم أني عندي معدل أيضي عمليات أيضية اللي هي النمو تنفس نبض وشوف أنت مجموعة من العمليات الأيضية اللي موجودة بالجسمك فأنت تجريد تعرف نسبة المعدل هاي وحدة من هاي العمليات بدرجة حرارة معينة شوان أطلعها يعني المعامل الحراري اليوم أنت لو تشوف أكفل عندك معادلة بالمحاضرة يقول لك يو تين يساولي يعني كي تو على كي وان ومضروبة في يعني العفو مضروبة نعم في تين على تي تو ناقص تي وان يعني يعني العشرة مقسومة على تي تو ناقص تي وان هذه المعادلة سنبدأ نتعرف عليها بالبداية النواني أعرف معدل سوري المعامل الحراري هو عبارة عن نسبة معدل العمليات الأيضية في درجة حرارة معينة معاشر أصدقائي إلى معدل نفس الأعملية بس بدرجة حرارة أقل بعشر درجات يعني هنا مثلا عن التنفس أقول التنفس بدرجة حرارة معينة على معاشر أصدقائي أو إلى معدل هذا التنفس وبدرجة حرارة أقل بعشر درجات من الأولى رح يصير حتى يطلع لي حتى أعرف مثلا مقدار يعني أقدر أقدر متغيرات التفاعلات الكيميائية بدرجة حرارة الجسم إذا تجد تشوف هاي المعادلة كيو وان كيو تو يعني ترمز المن إلى قيمة الفعل الأيضي يعني مثلا 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 ما اتفقنا الأول والثاني طبعا درجات حرارة الدنيا والعليا يعني تي وان تي تو أقصد بيه تيم ريشار وان تيم ريشار تو مثل ما قلنا درجة حرارة الأولى وبعدين نقص بنا عشر درجات يعني معادلة حتى تطلع الكيوتين والمعامل الحراري عادة يكون 2.5 فإذا رفعت درجة حرارة وحدة بالنسيج يعني واحد درجة حرارية ممكن يزيد معادل إنتاج الحراري بما يساوي معدل 9.6% ماشا أصدقائي يعني المعدل الحراري هو 2.5 يعني 2.5 بس منترفع درجة حرارة النسيج درجة حرارة وحدة ممكن يرتفع معدل الإنتاج الحراري بمعدل 9.6% ماشا أصدقائي طيب عندك معامل ثاني اللي هو يسميه المعامل التنفسي أو معامل التنفس يقصد به يقصد به حجم CO2 المنتج إلى حجم الأوكسجين المستهلك من قبل الكارل الحي مثلا بوحدة زمنية معينة خلال ثانية ساعة دقيقة يوم كامل إذن مثل ما اتفقنا هو معدل نسبة CO2 المنتج إلى نسبة المستهلك بوحدة زمنية معينة ماشا أصدقائي وهذه تروح تشوف المعادلة وعندك معادلة بالمحاضرة طيب شنو العوامل اللي ممكن تأثر لي على البازل ميتابوليزم أو ميتابوليك كريت شنو العوامل المؤثرة على معدل الأيضة الأساسية عندك عوامل موضحة بالمحاضرة عندك عوامل تأثر على معدل الأيضة الأساسية شنو هي الجنس الجندر اللي هو مثلا عندك الذكر دائما يرتفع معدل 5 إلى 10% هيش أنه أكسدة الغذاء عند الرجل تكون أو عند الذكور تكون أعلى طبعا نقول الذكور على ما نشمل كل الكائنات العمر طبعا أنت مثل ما تعرف المساحة السطحية راح تلعع بدور والعمليات الأيضية تكون عالية فبالتالي بالصغير بالعمر راح يكون أعلى من الكبار العمر بسبب مثل ما اكتبقنا النشاط عالي والنمو زيادة المساحة السطحية بالنسبة للكتلة بالنسبة للصغير والعمر المساحة السطحية والكتلة راح تشوف فنانا أو فرق يعني عند الصغير راح تكون المساحة السطحية بالنسبة للكتلة أكبر ما هو عليه بالشخص اللي في العمر أيضا عندك شيء يسمي بالإفرازات الداخلية مثل ما تعرف اليوم عندي الغدى الدرقية إذا كان عندي انخفاض بالمعدل الغدى الدرقية حالة في حالة نقص الدرقية بينما يزداد بمعدل خمسين إلى سبعين بالمئة في حالة فرض الدرقية تمام أيضا عندك درجة حرارة الجسم اليوم الأيض راح يرتفع بنسبة 14% بمجرد ارتفاع حرارة الجسم بدرجة وحدة ماشا أصدقائي ليش يعني الدرجة الحرارة الحرارة بشكل عام تعمل على زيادة سرعة التفاعلات الكيميائية فكل ما ارتفع درجة حرارة راح ترتفع التفاعلات الكيميائية فبالتالي يزيد المحصلة راح يأثر لي على البازل أو طيب الحالة النفسية اليوم الإنسان اللي قلق أو عنده شد عضلي أو عصبي راح يلجأ جسمه إلى فراز الأدرينالين الهرمون اللي بالتالي راح يزيد من العمليات الأيض فبالتالي يأثر لي على معدل الأيض الأساسي بينما عندك واحد شخص لا مبادئ اللي نقول هذا ما يشيب 24 ساعة مرتاح هذا الإنسان عادة معدل الأيض ما الأساسي راح يكون قليل فبالتالي ما يصير بمشاكل مثل يعاني من القلق والتوتر عندك نقطة لاخ هي درجة التأقل من المناخ أنه طبعا إحنا اللي همنا من المناخ بالمحصلة الدرجة الحرارة وأنه هل التكيف الفيسيولوجي بنسبة لدرجات الحرارة شون أنه أنت تكيف معها وفتش أنه الاختلاف راح يصير عن تكيف ناجم مصطلح الانتخاب الطبيعي يعني مزموعة عراما عندك عامل آخر اللي ممكن يأثر لي على البازل العنصر أو ما نسميه بالعرق فمثلا بتعرف الشخص الأبيض ومعدل أيضا دائما يكون أعلى من مثلا الهنوت الصينيين التجويع أو الصوم يعني لوم واحد يصوم ما يأكل فترة طويلة مثلا ما اتفقنا قبل شوية ذكرنا هذه النقطة معدل لأي ضمال راح ينخفض ليش لأن ما يدخل أكل حتى يسوي حركة الإفرازية وحركة الأساسيات أنه متاقل ورح تأثر لك على ما يسمى بعالية ممكن تستطيع تخفيف الوزن أيضا عندك تعاطي بعض العقاقين ممكن بعد العزاء تأثر بشكل مباشر أما خفض أما رفع بعدلات الأيض بالتالي تكون لها تأثير عالي على ما يسمى بالبازل طيب آليات الاحتفاظ الحراري من شور يصير عندي احتفاظ الحراري عندك فتش اسم انقباض العوية الجلدية عندك فتش اسم طبعا سوري يمكن أنا مقدمت المحاضرة يعني المنزمة يعني أخذت الشرح مثل ما نشوف هاي المواضيع اللي دا تصير أنا كل شي آسف وأعتذر المهم آليات الاحتفاظ الحراري هذا الموضوع هو انقباض شور تصير عاليات الاحتفاظ الحراري عن طريق اما انقباض العوية الجلدية اما عن طريق العزل الحراري او وجود الشبكة يسموها الشبكة العجيبة اللي هي عبارة عن شراين وأوليدة تعمل بآليات إيش يسموها تدعى جريان الدم المعاكس طبعا هذه الشبكة وين موجودة في الجذع والأطراف آلية نقل الطاقة ال-ATP طبعا الطاقة راح يمكن هذا تصور الموضوع الأخير بمحاضرة اليوم أصدقائي الطاقة تخزن الطاقة يعني وبعد ما تتحرر بعملات الهدم ميش مجزيات ال-ATP وتنقل بطريقة التفاعلات وحسب فعاليات الجسم وحاجتها أصدقائي العزل طبعا تنتج الطاقة عن طريق تحاول ال-ATP إلى ال-ATP وممكن يرجع ال-ATP إلى ATP بإضافة مجموعة الفوسفات إليه فهذه العملية مستمرة وطبعا أنت عم آلية تكسر ال-ATP حتى تحاول إلى ال-ATP تنتج لك 8 كيلو السعرة من كل عملية تحاول ال-ATP إلى ADP هاي ما يخص محاضرة اليوم أتمنى أنه كانت واضحة لكم وآسف إن قصرت بشي لكن هذا اللي دنحاول مثل ما قلنا بالظرف الراهن بظل التعليم الالكتروني وبزمن الكورونا اللي مثل ما رح يصير هذا أنا نحشي لأحفاد أحفاد إدارة طانع عمر دننتبع هاي الآله إن شاء الله المهم دنحاول نوصل الفكرة قدر المسطاع وأتمنى يمكن يكون وصلت هذه الفكرة لجنابكم أسأل التوفيق لي ولكم يا ربي إن شاء الله التوفيق الدعم تحياتي لكم شكرا تحياتي